موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشن طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن حل نغز أصعب مدينتين في رديد رديمشن تو بكل بساطة مدينتين لو خشيتها رح يجي في بالك العديد من الأسئلة والعديد من التساؤلات ليش هذا هنا وليش هذا هناك فتعالوا سويا نخش في المقطع أولا رح نبدأ بمدينة غريبة جدا وهي مدينة لمبني موقع المدينة رح يكون بالقرب من المخيم الأول للعصابة تقريبا مقابل الدكوتا ريفر طبعا لما تخش للمدينة رح تحصلها محروقة بالكامل محروقة من الألف للياء من البيت الأول إلى البيت الأخير طبعا لو تلاحظون في مدينة الليمبني بنسبة كبيرة جدا تشبه مدينة الفالنتاين لكن مدينة الليمبني من جولي شيك محروقة طبعا أول مكان قدرت ألاحظه هو حانة المدينة والحانة في حالة جدا جدا سيئة وأيضا لو تلاحظون يعني أبدا أبدا ما فيها مشروبات أو مجوهرات أو أي شيء فرائحي عكس الحانات الأخرى للمدن جدا جدا مكتظة بالناس والمجوهرات والمشروبات وغيرها طبعا في المدينة في عدة أماكن تجذب الانتباه لكن في واحد جذب انتباهي بشكل كبير جدا ألا وهو هذا المبنى زي ما تشوفون أغلى من المباني مصنوعة من الخشب لكن هذا المبنى مصنوع من حجر وأيضا الباب من حديد زي ما تشوفون وأيضا لو تلاحظون جميع المباني محروقة إلا هذا المبنى ما جالوا أي حاجة تقريبا سؤالنا هل النار تحرق الحجر أو لا طيب لما نخش للداخل رح تحصل المفاجئة زي ما تشوفون شخصين مسجونين في السجن واحد في زنزانة والآخر في زنزانة أخرى طبعا الأمر الغريب في الموضوع إن جثثهم غير محروقة إطلاقا رغم إن المدينة كلها انحرقت من الألف للياء فليش هذول ما انحرقوا طبعا الظاهر إنهم ما انحرقوا لأن السجن مصنوع من حجر والنار ما تخش عبر الحجر لذلك حين نشوف جثثهم غير محروقة إطلاقا بينما المدينة بأكملها محروقة لكن صراحة وضعهم جدا جدا مريب ويخليك تطرح أسئلة كثيرة جدا عن حالهم ليش هذا الشخص موجود بهذه الطريقة أو ليش موجود في هذا المكان أول سؤال جاف بالي صراحة إيش صر لهم وليش هما مسجونين طبعا في تفسيرين لهذول الأشخاص أولا إنه لما مدينة لمبني بدأت في الاحتراق هذول كانوا مجرمين تم حبسهم في سجن المدينة ممكن لجريمة معينة سرقة أو قتل أو حاجة أخرى طبعا بعدما المدينة انحرقت بالكامل أو في أثناء الاحتراق معظم سكان المدينة هربوا وتركوا المدينة سريعا بدون أي تفكير وبدون ما يفكرون في أي شخص آخر فممكن إنه سكان المدينة ولا أحد شيك على هذول المساجين المساكين ولا الشيرف حتى فكلهم السجن لذلك هما إن حبسوا في هذا المكان ولاحقا ماتوا لسبب معين ممكن لمرض أو جوع أو حاجة أخرى طيب بالنسبة للتفسير الثاني هو نوعا ما مدعوم ببعض الأدلة والبراهين حلوين زي ما تشوفون عندنا زنزانتين الزنزانة الأولى بابها مقفل لكن الزنزانة الثانية بابها مفتوح فليش واحدة مفتوحة والأخرى غير مفتوحة التفسير رح يكون كالتالي أحد السجناء وتحديدا السجين الأيسر هو قاتل وانسجن بسبب قتل إمرأة معينة وفي أثناء حريق المدينة أحد أقارب الإمرأة قرر الانتقام وجاء إلى سجن المدينة واقتحم زنزانة السجين الأيسر وقتلوا بالكامل وانتقم منه بنجاح لذلك نشوف بوابة الزنزانة مفتوحة بينما الأخرى غير مفتوحة صحيح ولا لا يالهبيين وهذه هي مدينة الليمبني تقريبا هذا هو أغرب شيء موجود فيها خلونا ننتقل لمدينة أخرى وهي مدينة بليزنت بالقرب من مدينة الساندينيس طبعا هذه المدينة مدينة غريبة وحولها العديد من النظريات والعديد من الكلام الغريب جدا طبعا تم اكتشاف مدينة بليزنت في أغسطس عام 1883 ميلادي طبعا هذه المدينة مهجورة تماما وما فيها ولا بشري واحد وما فيها ولا حيوان واحد إطلاقا طبعا أول شيء رح تجي عينك عليه في هذه المدينة هي العشرة قبور زي ما تشوفون والقبور أمرها جدا غريب ورح تلاحظون شيء مشترك بين العشرة قبور كلها خلونا نقرأ المكتوب على بعض القبور أول قبر هو لراغنيلت يتمن تم قتلها بطلقة نارية في سبتمبر عام 1883 وهي بعمر 43 عام ثاني قبر هو ميليا كرولي ماتت بطلقة نارية في الرأس أيضا في سبتمبر عام 1883 ميلادي وهي بعمر 66 عام ثالث قبر رح يكون لآشا هاوسون وآشا وجدت مقتولة في سبتمبر عام 1883 ميلادي وهي بعمر 34 عام رابع قبر رح يكون جيسي يتمن أيضا قتل في سبتمبر عام 1883 ميلادي وهو بعمر 14 عام فقط خامس قبر رح يكون لورا يتمن أيضا قتلت بالرصاص الناري في سبتمبر عام 1883 وهي بعمر 76 عام سادس قبر رح يكون لأيدمند توبين وولد عام 1854 وقتل طلقا بالرصاص سبتمبر عام 1883 بعمر 29 عام سابع قبر رح يكون لكورتس بينز قتل في سبتمبر عام 1883 بطلقة نارية زي لهب ثامن قبر رح يكون جلين يتمن قتلت بسبب جرح قاتل بالسكين وقتلت في سبتمبر عام 1883 ميلادي وهي بعمر 25 عام تقريبا تاسع قبر رح يكون لدانيل كورلي وأخذت حياته لسبب مجهول عام 1883 ميلادي بعمر 25 عام عاشر قبر رح يكون لميري هاوسون وميري قتلت بسبب جرح جدا عميق بسكين معين وقتلت يوم 17 سبتمبر عام 1883 ميلادي وهي بعمر 15 عام فقط ها لاحظت الشيء المشترك بينهم صح عليك معلم أي شخص معاه قبر هنا يا إنه قتل بطلقة نارية أو إنه قتل بسكين وبجرح عميق شوف هو يا إنه أمر واحد من أمرين يا إنه حدثت هنا مجزرة أو إنه في المدينة موجود مرض معدي معين وأيضا لو لاحظت كمان إنه جميع تواريخ الوفاة متشابهة بل إنه كلهم في نفس الشهر سبتمبر عام 1883 طيب عرفنا إنه المدينة اكتشفت في أغسطس عام 1883 والآن عرفنا إنه أيضا المدينة انتهت وانقرضت في سبتمبر عام 1883 يعني المدينة استمرت فقط لشهر واحد صراحة أمرها جدا غريب ومحير في سؤال أتوقع في رؤوس العديد منكم السؤال رح يقول إيش صار في المدينة يا صالح خلونا نكمل طيب في أحد حظائر المدينة رح تحصل كتابة بالخط العريض ابتعد هناك مرض معين stay out play طيب الآن بدت توضح الأمور نوعا ما مدينة بليزنت فيها مرض معدي قوي جدا والبعض قال إنه مرض الطاعون وهذا المرض قتل عدد كبير جدا من سكان المدينة لذلك نشوف القبور منتشرة بشكل ضخم جدا في المدينة طيب في تفسيرين لموضوع بليزنت أول تفسير إنه الشرطة والعدالة قررت إنها تحد من انتشار المرض المعدي لذلك قررت إنها تقتل جميع سكان مدينة لمبني من صغيرهم إلى كبيرهم من الألف للياء عشان لا ينتشر المرض أكثر وأكثر وأكثر ويوصل لمدن كبيرة زي الساندينيس ورودز وغيرها وبذلك ينتشر لجميع أمريكا وفعلا الشرطة قتلتهم بالكامل من أولهم لآخرهم وأيضا الشرطة حبت إنها تقفل على الموضوع وتتكتم على الموضوع بالكامل لذلك نشوف جميع القبور مكتوب عليها يا قتل بمسدس أو قتل بسكين معين عشان سكان المدن الأخرى لا يخافون ولا يعرفون بالموضوع قتلوهم كلهم في شهر واحد وتكتموا على الموضوع تماما التفسير الثاني إنه مو جميع سكان مدينة لمبيني أصيبوا بالمرض المعدي فقط عشرة منهم فالأشخاص الغير مريضين قرروا إنهم يتخلصون من المرضى ويدفنوهم ويقتلوهم ويزيفون طريقة موتهم يقولون يا بيمسدس أو في حادثة أو بسكين معين طيب ليش يزيفون موتهم يا صالح عشان لما الغير مرضى يروحون للمدن الأخرى وينتقلون لا يتم استبعادهم والتخلص منهم بحجة إنهم مرضى بالطاعون عرفتوا كيف؟ وهذه هي أقوى تفسيرين لهذه الظاهرة طبعا في بعض الأشخاص كان لهم تفسير ثاني ومختلف تماما وقالوا إنه من هذه الحضيرة رح ينتشر مرض الزومبي وإنه لسبب ما رح ينفك الباب ورح ينتشر المرض بشكل واسع وبشكل كبير جدا ومن هنا رح تبدأ Unded Nightmare 2 هذه أحد التفسيرات لهذه الحضيرة Stay Out Play طيب يا لهبيين شاركوني آراءكم في خانة التعليقات إذا كانت عندكم تفسيرات إضافية أو تفسيرات أخرى وأيضا شاركون آراءكم أي تفسير تروحون معاه في المدينتين طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة